موسيقى سعيدة لجمهور النادي الأهلي بصراحة يعني بارح مساء كابتن محمود الخطيب أعلن عن واحدة الأهلي الاقتصادية ومن خلال مؤتمر صحفي كان مميز جدا والتعاون مع شركة استادات والمشروعات اللي هتتنفس خلال فترة جاية في صالح النادي الأهلي تعليقات ايه؟ يعني الحقيقة بلحكا يوم من الأيام المشهودة أو الأيام التاريخية بالنسبة للنادي الأهلي يوم بيبرهن على أن النادي الأهلي نادي قائد نادي مبدع نادي كل هدفه أن يعمل حاجات تفيد النادي نفسه وتفيد الأعضاء وتفيد الجمهور وتعلي من قيمة أشياء النادي الأهلي اللي هي عالية بالأساس وحاجة تليق باسم النادي الأهلي وقيمته بجماريته في كل مكان يعني اللي بيحصل ده بيبرهن على أن الأهلي بيفكر خارج السندوق الأهلي دايما موجود في منطقة الوحدة ومنطقة مختلفة منطقة بعيدة في مسافة كبيرة جدا بينه وبين كل الأندية فده النقطة المهمة جدا حتى المشهد لما تم إخراجه بالإعلان كان مختلف كان بيواجه رسالة برضو الأهلي مؤسسة منظمة جدا 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 فحتى شفنا مشهد الإعلان عن الحزمة الاقتصادية العظيمة اللي نتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي طالع بشكل راقي ومعدل ومجهز وحفل الشيك وحفل محترم وحاجة محترمة جدا الناس اتفاجأت باللي شافته لكن اللي موجود ما كانش مفاجأة لأن فيه تنظيم وفيه شغل بقاله يعني مش اقول لك بقاله قدية يعني بقاله فترة طويلة يعني ما كانش معلن للناس ما كانش معلن ده فجأة يلا ده لأن النادر أهلي يعني بيتكلم بالأعمال بيتكلم على الأرض يعني ما بيديش وعود وبعد كده ما ينفزهاش بدليل أن خلال سنتين فقط من طول المجلس إدارة الحالي لمقاليد الأمور داخل النادر أهلي الكافة الخطيبة بيقولي عن تحقيق 85% من البرنامج صحيح قبل انتهاء عامين يعني يعني لسه بقى سنتين تاني بقى لك 15% من البرنامج اللي انت عملته ده يعني أو يشير إلى أن المرحلة المقولة ستشهد أشياء لم تكن في الحزبان أصلا وستشهد تنفيذ وعود حاجات ما كانش معود بها النادر أهلي يعني يعني ما كانتش حاجات في البرنامج الانتخاب بتاع النادر أهلي فكناك انت تحايل بنامج الانتخاب بتاعك في سنتين المفروض اللي هو ياخد أربع سنين وفعلا الحاجات اللي كان مخطط ليها تتأملت محتاجة أربع سنين حتى تتنفيذ كله أنه هو يصل إلى 85% من هذا الأمر فده ده دي لعننا هذا المجلس إنجاز كبير جدا هذا المجلس يعمل بجهد كبير جدا ومنحقق إنجازات كبيرة جدا والحقيقة أعلى كتير جدا من قيمة النادر أهلي وكان قبل ده كان الإنجاز الكبير وكان يزاله ضخمة من أيام برضه اللي هو بتاع الميزانية في الجامعة العالمية الأخيرة لما يتوصل ميزانية الأهلي أعلى ميزانية الأندية في مصر كلها 2 مليار جنيه بفقد في الميزانية 322 مليون بأصول جديدة وحاجات جديدة وإضافات كتيرة وأشياء مختلفة إنجازات كبيرة جدا حقيقة بيلمسها عضاء الأهلي وإنجازات بيلمسها جمهور النادر أهلي في التطور الكبير جدا اللي حصل في كرة القدم داخل النادر أهلي وعلى مستوى الفريق الأول لكرة القدم بعد المستوى اللي الفريق وصله غادي الوقت مع فيلر بعد التداميات اللي اتعاملت بالدرجة كبيرة جدا فأمور بتشير بشكل جيد وشكل قوى شكل منظم طيب خلينا نتكلم عن نقطة نقطة يا أستاذ أوسي أو مشروع مشروع يعني قال لك المشروع الأول إيه؟ إن الساد السلام بقى الساد الأهلي خلاص بتشوف مدى أهميته إيه؟ والبعض ربط للموضوع ده إن كده الأهلي مش عامل الساد بقى مش عامل ملعب ده كلام غير حقيقي طبعا الحزمة الاقتصادية أو الوحدة الاقتصادية يعني كانت هي وحدة أو حزمة اقتصادية لأن داخلها مجموعة من المشروعات حزمة داخلها أربع مشروعات اقتصادية على أعلى مستوى هنبدأ بالاستاذ طبعا نقولنا بنتكلمين عن الاستاذ السلام اللي هو في مدينة السلام بات اسمه استاذ الأهلي الجديد وسيرفع عليه اسم النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي الاستاذ ده الأهلي واخده حق انتفعله منذ 25 سنة بات كما لو كان استاذ الأهلي كاملا اللي هو المسيطر عليه كاملا مسيطر على ملعبه اللي هو في ملعبين فرعين هيتأمل عشان تدريبات الناشئين في استراحها هتتأمل فيه أكيد غرف ملابس خاصة يعني حاجات كتيرة جدا هتتأمل هتكون إضافة كبيرة جدا للاستاذ نفسه يعني طيب الاستاذ ده الأهلي خده والأهلي هيعمل عليه مبارياته وتدريباته ومورات الناشئين وتدريبات الناشئين بما هيطيح توسعها كمان يعني هيزيح جزء من الأب اللي عنا فرع الأهلي في مدينة نصر وخبرك لها لا أدى كل مبارياته عليه هل معنى أن الأهلي خادمها عبدالله خلاص فكرة الاستاذ الجديد انتهت ومعديتش موجودة لا الكم ده مش مزبوط الأهلي شايف أن فكرة الاستاذ الجديد دي قدامها وقت تطويل مش وقت أي أن كان يعني تعافش تحدد الوقت يعني فكرة محتاجة وقت ومحتاجة جهد ومحتاجة مال إلا أن يتحقق بعد سنة بعد اثنين بعد خمسة بعد عشر أي أن كان ما تتحقق وتواجد استاذ الأهلي اللي مجلس إدارة سير فيه ومسك ملفه بقوة وشغال فيه بقوة ما تأصبح حتى استاذ موجودة عن الأرض انتهى استاذ السلام تمام بالنسبة عن الأهلي فده مش معناه إلغاء فكرة استاذ الأهلي لا الفكرة قائمة والحلم قائب الفكرة قائمة ومستمرة وفيها جهد كبير جدا وفيها حاجات كتيرة جدا برضو حيتكون مفاجأة للناس كلها عندما تظهر إلى النور إن شاء الله طبعا لأنه زي ما بقولك أن المجلس الأهلي أو بقاعدة الكابتن محمود الخطيب لا يعلن عن شيء إلا لما يكون حاطت إيده عليه يعني ما قدرش يدي يقول لك أن أستاذ أهلي وعملوا بتاعه وأعلن أن الفكرة موجود بدليل الكابتن محمود الخطيب أوقف كل الكلام تماما ونعيان عن هذا الملف وتركوا ملف صامت إلى أن يتم وضع يعني الأسس الكاملة ليه على الأرض وفي الحالة دي أعتقد أنه فجأة هتلاقي مؤتمر زي كده أستاذ أهلي بيطلعي بالزبط ممكن البعض يقول لك طب أستاذ السلام صغير شوية مدرجات يعني صغيرة شوية هل ممكن يبقى فيه توسيع مدرجات ولا أولوية دايما لأستاذ الأهلي نعتقدش أن فيها بقى فيه توسيع في المدرجات يعني يعني المدرجات سوصا أن العدد الجامعة للأسف محدودة حتى الآن العدد محدودة حتى ولما حتكون فيه مباراة كبيرة للأهلي اللي محتاجة فيها سبعين وثمين ألف إذا أتيحت الفرصة وكان العدد دا بسهول بالدخول أعتقد أستاذ القاهرة برضو من الملعب اللي متاح للنادي له لكن كن أن يكون عندك ملعبك وهذا الملعب محدد ليك ومخصص ليك فده حاجة عظيمة جدا جدا متماشا مع الفكرة الثانية اللي هي إنشاء أستاذ للنادي الأهلي على اضطراج علامة وفي الموضوع دا لكن هو المجلس الإدارة قال أن الكلام عن الموضوع دا سيكون من خلال مجلس الإدارة موضوع أستاذ الأهلي إن شاء الله بإذن الله لكن خطوات موجودة إن شاء الله بإذن الله تعالى طيب مثلا المشروع الثاني هو النادي الأهلي حصل على حقوق نادي طيبة بالأكسر يا أستاذ أوسي وهجب حق انتفاعل مدير 25 سنة رأيك إيه في الخطوة دي كمان تمام ده الحزمة التانية من الوحدات الاقتصادية اللي الأهلي وصل إلى اتفاق عنها أو شراكة مع شركة استادات الوطنية القابضة بشأن أنا بس عايز أخد رأيك في شكل الحفلة أستاذ أوسي أو شكل الوطمر يعني معلقتك على بداية المشهد وطيلك حتى إخراج المشهد حاجة جميلة حتى إخراج المشهد كان رائعا يعني بيعبر عن قيمة الأهلي وبيعبر عن القيمة اللي أنت جاي تعلن عنه يعني يعني حاجة معد لها ومنظم لها وناس من بدري شايف أن فيه شغل في ملعب التيتش بس مش عارفين فيه إيه يعني يعني بدري قوي من الصباح وشايفين فيه تجهيزات وعمل مسرح وعمل تجهيزات وعمل تجهيزات وعمل تجهيزات جميلة جدا لا وخليك في اللقطة دي تحديدا النكابت المحمود الخطيب بعد ما حصل التوقيع يعني أصر أن مجلس دارة النادي الأهلي كله يكون موجود يعني اللقطة كلها المجلس دارة النادي الأهلي والخطيب هو جزء منه يعني يعني محدش بيحاول يسرق اللقطة اللابسه أو حد يحاول أن هو الوحيد اللي بيعمل كل ده وكبت اللابسه أشار لكده مع نهاية كلمته أهلي إحنا ما فيش قرار فردي في النادي الأهلي يعني القرار دايما بيبقى جماعي من خلال التشور والاجتماعات فطبعا يعني اللقطة محترمة جدا ولقطة بتعبر عن قيمة الأهلي ولقطة في التاريخ يعني أكيد بعد عشرات سنين ممكن تشوف لقطة زي كده ده مجلس أهلي إحنا بنشوف اللقطات البدائية بالنسبة لنادي الأهلي من 1907 ومتى لها من السنين بنشوف مجلس أهلي واحدة واحدة فالتاريخ ماشي بهذا الشكل والأهلي ماشي على قيمه وعلى مبادئه وعلى نظامه يعني بشكل كامل يعني طيب نرجع للنقطة التانية اللي كنا منتكلم فيها وهو موضوع نادي الأهلي بالأقصر نادي الأهلي بالأقصر وهو إنشاء فرع للنادي الأهلي فرع جديد منطقة جديدة مختلفة نعرفين نادي الأهلي عنده حاليا فيه فرعين مفعلين اللي هما مدينة ناصر وفيه فرع الجزيرة وفيه شب زايد أعبر أقولك الجزيرة ده المقر اللي كان مدينة ناصر وفيه زايد وعلى كده التجمع اللي هو تم توقيع بروتوكول تبقى اللي معنى كابتل الخطيب أمس عن إنشاء البنية التحتية لفرع التجمع إن شاء الله اللي هتبدأ قريبا طب الأهلي يوقف عند كده لا ده الأهلي يفكر في مناطق تانية خالص في مناطق مختلف راح رايح على الفكر في الصعيد إن كل مكان هناك ومقر هناك يقدر أولا يعني يحاول يوصل لكل جماهيره لكل جماهيره في كل مكان ويكون نقطة لتجمع المواهب الكروية في الصعيد والمواهب الرياضية ويكون مفتوح مكان هناك مساحة حوالي 13 فدان وتشبه مجهد يعني قريبا جدا سترى النادي الأهلي موجود هناك وبيعمل بكامل طاقته أعتقد أن الخطوة جاءت تكون في جزء البحر في ملعب للتدريب كمان هناك سزقوسي الأهلي يروح مثلا كل فترة مؤكد هتكون في ملعب هناك ساعدة جميلة جدا عند الجمهور هناك في الحقيقة لأن فيه عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي في الصعيد ده الغالبية العظمية السحي ده كل الصعيد حبيبنا كلهم ومن حييهم طبعا فده ده نقطة مهمة جدا واعتقد وأهل الصعيد كلهم سعداء بهذا الأمر وفرحانين بها جدا وموجود في الأقصر ومعظم الحافظات الأناك يمكن لها تلقى اتصالات بين أقارب وأهلي لك في الصعيد ليه الأهلي مجيش مثلا في أسيوت وفي صواج جميلة ووارد جدا الأهلي يعمل فروع فيه زي ما عمل أكتنات وارد أنه يعمل حاجات زي كده لكن هي خطوة الأهلي الرائد فيها طبعا يعني الأهلي دايما بياخد الخطوات والباقي بأكيد ده بيعم ويفيد كل الأندية وكل الكرة في مصر يعني لما أهلي يعمل خطوة زي كده ممكن تلاقي ناس تانية عاملت نفس الفكرة وكله في صالح الرياضة في مصر كله في صالح الرياضة طبعا في الرياضة المصرية بشكل عام فدي خطوة مهمة جدا وخطوة جميلة للنادي الأهلي والأهلي الصعيد بشكل عام تمام النادي الأهلي كمان يحصل على مجمع حماية سباحة تابع للتربية والتعليم دي بقى واحدة يعني أنت متكلم على حاجات كلها غير مزموقة وحاجات تعتبر حيسجلها التاريخ لما تتكلم لأول مرة ملعب يحمل اسم النادي الأهلي استاد الأهلي الجديد بالسلام لأول مرة فرع للنادي الأهلي في الصعيد لأول مرة تحصل توسع للنادي الأهلي في التاريخ مساحة أهلي في الجزيرة 18 فدان طول عمر الأهلوية وأعضاء الأهلي وإدارات أهلي نفسهم أن كان المكان يبقى أكبر من كده ويتوسع ويستوعب ناس كتير جدا لكن هتروح فين انت في منطقات الجزيرة يعني كل شبري فيها محسوب وكل شبري فيها اللي يحسابه وليه قيمته يعني عملية محدودة جدا وفيه قبل كتير جدا على فرع الجزيرة يعني على الجزيرة اللي هو المقر يعني ده أصل النادي الأهلي ده جزء الشجرة اللي طلعت منه فروع تانية في إجهات مختلفة سلام على التعبير وسط روسي فالناس ما يخلي فالناس دايما بتروح لهذا المقر اللي فيه عبق التاريخ يعني طبعا مع العزم اللي موجودة في مدينة نصر وفي زايد واللي هكون في التجمع اللي لما تروح النادي أهلي فرع الجزيرة تلاقي الأمور النادي الأهلي تشتم فيه نادل أهلي إحساس مختلف إحساس مختلف زي مصر دايما تروح الأزهر وتروح الحسين وتروح لوسط البلد وتروح مصر القديمة بتحس بالعراقة تحس بالعراقة اللي موجودة ده ده النفذ العظيم اللي أنا أعزي أقوله اللي أنت قلتوا العراقة اللي كلها موجودة فيه بالفعل في الجزيرة المدينة نصر فيه التساح كبير جدا زايد مساحات التجمع زي ما أنت عايز يعني فعايزين نوسع المكان ده يوسعه فيها جماعة عملية صعبة جدا يعني التفكير والمجتهد والإبداع ممكن نوسعك لحاجات تانية مختلفة فكان التفكير فيه منطقة حمام السباحة الخاصة بالتربية والتعليم المرافقة والملاسقة للنادي الأهلي فطبعا أكيد دخلت مفاوضات كتير جدا واتنصات كتير جدا أنك تستحوز على هذه البقعة أيضا لمدة 25 سنة ربع قرن من الزمان حاجة عظيمة جدا وحاجة يعني تعتبر رئة جديدة يتنافتس بها نادر آهلي في الجزيرة او عدى نادحالي وهيكون يعني تخفيف للضغط على حمام السباحة اللي موجود في الجزيرة في حمام السباحة وحيد موجود في الجزيرة منطقة حمام السباحة يعني حمام أو حمامeluم صغير أمضح أطفال صغير والحمام الرئيس اللي هو اللي بتمرم فيه لا وفيه تاني اللي هو اللي هو المقةس ده اللي هو بيطني منطق عليه فده فده اوسع من كده شوية يعني فدي عملية توساية عملية مهمة جدا برضو نقطة في غاية الاهمية تكون وغير كده ان الاهلي سيستثمر هذا الحمام اه يعني ممكن يستثمره في عمالة تدريبية اخرى في بطولات في حاجات يعني اكيد هيستثمار حيدر دخل مادة على النادر اهلي سفل اقتصادي مميز وطبعا هيعاد بقى يعني عادة صياغة لهذا الحمام وتطويره وتجديده وعمله تبقى للنظم العالمية في حمامات السباحة الموجودة في العالم كله يعني طيب رابع حاجة موضوع قناة الاهلي وان خلاص تم اسناد ادار القناة الاهلي لشركة استداد عشان تطور القناة وستوديوهاتها وبرامجها ومحتوها وكل كلام ده رأيك ايه يعني طبعا القناة الاهلي دي بتعتبر زراع من الازرع المهمة للنادر اهلي طبعا وهي الواجهة بالنسبة للنادر اهلي صح وهي حمزة الوصل بين النادر اهلي وبين اعضاء وبين جمهوره صح وبين اي حد متابع للنادر اهلي على فكرة قناة الاهلي لا بيتابعاش الاهلوية بس ناس كتير جدا وغير أهلوية في كل الاتجاهات وغير مطلين بيتابعوا قناة النادي الأهلي بشكل كبير جدا طبعا مرحب بيهم طبعا لأن القناة الأهلي دي واجهة للنادي الأهلي دايما بتقولك النادي الأهلي بتحبر عن نادي الأهلي وأي حاجة بتحمل اسم النادي الأهلي دايما بتسير تحت مظلة القيم والمبادئ والأخلاقيات والنظم التي تحكم النادي الأهلي فالقناة جزء من هذا الأمر يعني ويمكن زي ما أعلنت كابتن برضو الخطيب مبارع وقال نصا أن فيه كلام كتير جدا أسير حول القناة وحول وجود بعض الأزمات وحول وجود بعض المشاكل فأن تأتي الشركة الشركة السيدات القابضة وتتولى هي عملية الرعاية وتعد بتطوير كبير جدا في قناة أهلي في استودياتها في الصورة بتاعتها في ديكوراتها في مضمونها في محتوىها فأعتقد أن ده كلام مهم جدا كلام كبير جدا وكلام يليق بالنادي الأهلي لأن النادي أهلي عنده كل حاجة دايما بيحب في كل حاجة رقم واحد فبالتالي هو قناة النادي تبقى رقم واحد تبقى حاجة على مستوى علامي يعني هو عنده قناة تبقى على مستوى علامي أو على الأقل أعلى مستوى للقناة في مصر من حيث الصورة والجودة والإخراج والتصوير والمحتوى والتقديم حاجات دي كلها وأعتقد أن جمهور الأهل هيشوف حاجات مهمة جدا في قناة خلال المرحلة المقبلة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إمتى يعني ذا قريبا إن شاء الله طيب عندك كلمة أخيرة حالة قولها في الملف ده أستاذ أوسي ملف طبعا يعني مجلس دارة الندر الأهل بقادر كابتن محمود الخطيب يستحق كل الشكر وكل التحية وكل التقدير على الجهد المبزول وأعتقد أن المثال اللي عايزة أقولها أن جمهور الأهل حاسس بيكم أعضاء الأهل حاسس بيكم أعضاء الأهل تحديدا حاسسين بدا على المستوى الاجتماعي أنتم شغالين على المستوى الاجتماعي عاملين شغل قوي ومميز جدا شغالين على المستوى الرياضي عاملين شغل قوي ومميز جدا يعني شفنا ده فكرة القدام في معظم الألعاب حتى الألعاب اللي فيها بعض إدفايات أو فيها بعض مشاكل بتسعب كل قوة بتطور وبالدعم وبالزيد شايفين ده على المستوى الاجتماعي موجود زي ما قلت لك شايفيني المستوى الاقتصادي النادي أهلي بقى قوة اقتصادية كبيرة جدا وبقى مؤسسة اقتصادية كبيرة جدا بجلد من مؤسسة اجتماعية ومؤسسة رياضية فالحقيقة يعني واحد يمكن أن نبص في عدو من أعضاء النادي الأهلي قبل أن يكون صحف وعلامة أو متواجد وقت فقالات الأهلي فأنا بشكر مجلس دارة النادي الأهلي على هذا الجهد الكبير وهذا العمل العظيم اللي عمله أنجزه الحقيقة حاجة يفخر بها كل الأهلوية الحقيقة ليس فخر الأهلوية فقط بأنه فخر المصر لأنه في مؤسسة شغالة بهذا الشكل وبتحقق هذه الإنجازات على الأرض هو عدد من صفقات تم مبارح على غرار صفقات كرة القدم لكن هي صفقات اقتصادية كانت مهمة في صالح النادي في الحقيقة بالطبع يعني طبع دايما صفقات بتكون على مستوى عالي وحتى بيبوا لما بيسجل هدف اقتصادي بيكون هدف عظيم وبيحتى الهدف برد وحتى الهدف برد لما بيتم تسجيله بيسجيله بشكل مختلف عن الآخرين يعني حتى ودي بتتناسب مع المظهر اللي انت كنت بتكلم عنه الإخراج يعني إخراج المشهد كان بشكل رائع حتى أهدافه للجمالية في الملعب فيها جمال في الاقتصاد وفي لدارها حاجة عظيمة جدا وأعتقد أن رؤية وبعض الأراء اللي كان البعض بيرددها قبل كده أعتقد أن وجهات النظر بتتغير بشكل كبير جدا تتغير بأفعال بأفعال ما بتتغير ما هو إيه وإيه اللي يغير إيه اللي يغير ممكن كلامي غاي لا 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 الأفعال هي من يعني بتتغير على الأرض الواقع يعني أعتقد أن أصوات كترة جدا كان بتتحدث بشكل غير لا الآن يعني تحولت إلى أصوات يعني بتشيد اللي بيعمله مجلس إدارة الأهلي بقية محمود الخطيب حاجة عظيمة جدا وحاجة محترمة ونموذج للأندياء المصرية اللي عنديها شهادات يعني تقتدي بهذا وتحتاج به وتفعل به وتبارك للنادي الأهلي يعني ما يفعله نحن شهادتنا فيهم دايما مجروحة مجروحة طبعا يعني لكن يعني زي ما قلت الحركة الحلو ما يفعله شغل عليه وحش الحاجة واضحة يعني هم عاملين شغل جيد في الحقيقة وانما باش فيه شغل جيد أكيد الناس هتاخد بالها برضو وانما فيه التقصير في الجزء ما أكيد الناس هتاخد بالها برضو فهم الناس بيحاولوا يسعدوا جماهير وعضاء النادي الأهلي في كل مكان هنروح لفاصل بعد فاصل بقى نرجع نتكلم عن مباراة الهامة بوكرا بإذن الله أمام الهيال السوداني يستنونها طيب من ضمن أبرز الأحداث اللي حصلت على مدار الأسبوع اللي بيخلص ده والستاذ قوسي هو فيما يتعلق بشاكوة النادي الأهلي للتحاد الدولي بخصوص ملف التحكيم وخصوصا بعد مباراة النجم الساحلي التونسي وما حدث في هذه المباراة رأي كيف الموضوع هذا؟ طبعاً لأن المباراة كانت الجمعة الماضية وشفنا الأحداث اللي حصلت فيها والأخطاء التحكمية الكبيرة اللي وقعت من الحكم البتسواني بوندو في المباراة وهي حكم يعني حتى كل خبراء القانون التحكيم في كرة القدم أكدوا أنها غير قانونية وغير متفقة مع قوانين كرة القدم يعني هي لعبة مخالفة للقانون يعني ده يعطوها الخطأ قانوني لكن في النهاية الأمور مرت والأهلي خسر المباراة والبعض كان نتحدث عن عادة المباراة طبعاً الكام ده مش موجود ومش يحصل لأن في النهاية المباراة خلصت 1-0 للنجمة الصحيحة وانتهت القصة يعني طب النهاية الأهلي يعمل إيه؟ لأن هذه ليست المرة الأولى بل الأهلي بيتعرض لسلسلة من الأخطاء التحكمية الكبيرة جداً على مدار سنوات ده انت لو بصيت عليها من سنة 83 وكان طبعاً من سنة 83 كان مطش النهائي بين الأهلي وبين كتوكو في غانة المطش الأولاني كان هنا في القاهرة وكان انتهى بالتعادل الآن طبعاً احنا كنا قابلناهم في 82 وتفوق عليهم الأهلي وخدم منهم البطولة وقت قابل الأهلي وكتوكو برضو في النهائي في 83 والحكم في المباراة دي كان حنضل الجزائري وكان هدف من تسلل واضح وكسبوا الأهلي واحد صفر من تسلل واضح جداً طبعاً ما كانش فيه تصويره ولا كانش فيه طبعاً كامل لضغوط اللي كانت موجودة دلوقتي لكن كان ألف سنوات 83 اللي كانت تاني بطولة شارك في الأهلي كان أول بطولة خاتها الأهلي في سنة 82 تحت قادة كابتن محمود الجوع بعد كده تولت الأخطاء بشكل كبير جداً وشوفنا الأخطاء الفجة في مطش الأهلي والنجم استحيلي هنا في 2007 عبد الرحيم العرجون المغربي الحكم كانت أخطاء كارثية شوفنا في 2010 مطش الأهلي والترجي في نصف النهائي في تونس الترجي بيفوس بهدف من كرة يد يعني رب من شئ حاجات كتير جداً الناس كلها عارفة كام ده وعارفة وحواديت يعني كتير جداً لما فاض الكيل وخلاص بقت الأمور وكان آخرة برضو الفاينال الأهلي مع الترجي وفاينال الأهلي مع الودات حاجات كتير جداً يعني حصلت فأخطاء تحكمية خسرت الأهلي يعني الأهلي كانت زيادة من دوقتي واخد بطلتين تلاتة كمان لولا هذه الأخطاء الكابسية اللي تعرضت لها النادي الأهلي إذن هي كانت خطوة لابد منها فخلاص يعني هذه القشة التي قسمت الظهر البعير ما ينفعش تسكت بعد كده لأن الأمور بقت يعني فعلاً مش انت معقولة مفضوحة ووضحة يعني مفضوحة ووضحة وفي فساد في لجنة حكام الكاف معروف بشكل واضح يعني وصلت إلى حد اتهامات برشاوي وفي حكام أربعين حكم شطبهم بالكابس بسبب الرشاوي موجودة يعني فعلاً شطبه ده الكاف والي استبعدهم ومن شطبهم يعني بس بعد فعوات الأوان يعني هل هذا الشطب أو معاقبة الحكم لم بتيل حكم الغاني اللي اتشطب ده مثلاً اللي كان حكم مطش إن رامو ماذا استفاد الأهلي اتشطب بعد دي المطش كان في 2010 واتشطب السنين فاته يعني بعد 7-8 سنين يعني على ما اكتشفوا البالوة فكان عمل فضيحة بين في مطش السنغال وجنوب أفريقيا تلصيات كاس العالم لقوا في حكم تنين في حكم موجود لغاية دلوقتي وحكم من حكم الصفوة في القارة مش عايزة أقول اسمه معروف معروف بيستخدموه في مبارات مهمة جداً عشان يخلص وحكم كبير جداً كان الناس عارفته خلاص حكم كبير جداً يعني يعني كان بيحكم نهايات لغاية وموجود يعني وغاية ما زال بيحكم لغاية دلوقتي واخد بالك فطبعاً الأهل الأول تقدم بشقوة إلى الكاف نفسه يا عمي إحنا دلوقتي بنتضرر ونتضلم من الأداء الحكم بتوعك وذكر ليه الوقاع بشكل واضح جداً يعني الأهلي أجرأ اتصالات على مستوى الكاف وكل الأفريقية بشكل عام ومستوى الفيفا وكانت الاتجاه أنك لازم تساعد عالمياً تجاه لهذا الأمر لا سيما وأن من يفرد يده أو يبسط يده على الاتحاد الأفريقي كرة قادمة حالياً هو الاتحاد الدول فاتمة السامورة اللي هي موجودة في الفيفا هي اللي بتدير الكاف بشكل كبير جداً يعني وغالبية القرارات اللي بتتخذ غالبة بتمر عليها يعني فيش حاجة بتعد عليها وموجودة على سام تطهر الكاف من الفساد اللي موجود فيه يعني كاف اللي لازم يتطهر من الفساد اللي موجود فيه فالأهل عمل هذه الشكوى وحط فيها كل الأدلة والقرانة التي تثبت أنه فعلاً بيتعرض لظلم تحكيمي فاجر ظلم تحكيمي باشع جداً يا جماعة يعني لا تخطوه عين يعني أنت ممكن الحكم إيه فكورة في صيد حكم يعدي يعني كنت تبقى مش في صيد ويحسبها لك وفي صيد يعني دي حاجات عين عين واخبها لك وده ممكن تمشي ضربة جزاء من جوة من بره لمسة يد ومسة يد تعمد مش تعمد عرقلة مش عرقلة كل حاجات دي إيه ممكن لأن ناس تقبلها لكن أن يكون هناك نص صريح في القانون وقولك أن اللاعب يعني إذا كان مستحوزاً على الكرة في حال انفراد المرأة وتعرض لعرقلة يبقى فيك ارتاحة هل يبقى في نتائج للشكوى دي؟ أعتقد إن شاء الله أنها يكون فيها لها نتائج نتائج إجابية بس مؤكد أنها يكون فيها نتائج من كواليس كده مؤكد أنها يكون فيها لها نتائج خلال المرأة طيب كويس على مدار إزبعد أيضاً كان في مبراء أخرى الأهل أمام بانيسويف في كاس مصر بتشوف المبراءة دي إزاي والمكاسب اللي خارج بها النادي لها يعني دي مبراءة يعني أنا باعتبرها من التجارب القوية المفيدة المسمرة ومن التجارب اللي تقولك إن كرة القادة مفهاش كبير مفهاش صغير مفهاش إنك إنت ممكن يعني إن خصم يبقى ضعيف شفنا بانيسويف أدى بشكل كبير جداً رغم الهزيفة 3 واحد زي ما شفنا الشرقية مبارحة قدام الزمالك بيبقى كبير ما أنا فاهم أنا فاكرة الدوافع وإن أنا أأسل نفسي دي موجودة يعني واخد بالك فقدام الأهل وإذاك بيبقى اللعبة بلا حدود يعني بالنسبة لنادي أهلي كانت تجربة مهمة جداً بالنسبة للمستر فيلر إن يشوف معظم اللعيبة اللي موجودة عنده اللي أما بتلعبش الدهب فرص فيه لعيبة طبعاً رياحة للماتش بتاع الهلال بكرة إن شاء الله الأهل استفادئة إن قدر يعرف المستوات والتحركات والإمكانيات ومدى الانسجام وإيه الحدث اللي عايز فيها وإيه اللعبة اللي ممكن تستمر وإيه اللعبة اللي ممكن يعتمد عليها بشكل أكبر شوفنا نادي الأهلي إن قدرته على إن هو يتحكم في رتم مبارحة وفي صورة الأداء ما هو يسعى ليه إيه قدر يعمل ده في أي وقت يعني وشوفنا ده في الشوت تاني بشكل كبير جداً لما حصل ما كانتش سيطرة كاملة في الشوت الأولاني وكانت الضغفة كبيرة عند لعابة بن السويب بشكل كبير جداً إلا إن النادي هاتي تغير تماماً في الشوت التاني قدر يضغط قدر يعمل وسجل ثات أهداف كممكن يسجل ستة أو سبع أهداف أبرز مكاسب الموراة دي قبل الموراة بكرة إن شاء الله يعني طبعاً عودة أظهره للتهديف مهم جداً يعني أنا شافه مهم جداً لأنه بقاله فترة كبيرة جداً ما ظهرش وما سجل ويسجل بطريقة وأسلوب المهاجمين يعني مش بالصدفة يعني أدهر لم يسجل بالصدفة يعني يعني في بعض أقول لك في بعض الأهداف اللي كان بيسجلها قبل كده كانت اللي يعني كان بيبقى فيها حظ أكتر شوية وكرة تجيله الهدف الأول اللي شفناه ده مهاجم عنده إحساس كبير جداً بالمنطقة الوقف فيها وعنده إحساس كبير جداً بالمرمة يعني ومجرد ما وصلت له الكرة قدر يتسدد وده تغيير في تصرف وتفكير أذاره لأنه يكون يتجيله الكرة ويفكر بالشكل ده وبالسرعة دي ورد فيه يكون كده فده شيء مهم جداً الحاجة الثانية تحركاته كانت كتيرة جداً في المطش يتحرك على أطراف يتحرك في الأمق يتحرك ويرجع الوراء ويروح على الخط المطقة كون أنه يتواجد ويعمل متابعة بالشكل ده بشكل كويس أعتقد أنه ده مهم جداً راكيف جيرالدو ده جيرالدو لعب مؤثر دائماً أنا من وجهة نظر نابي يصنع فرق يعني محتاج فرصة أكبر ومحتاج أكتر الثاني المميز واللي عجبنا قوي أليو ديانج لعب مهم جداً ولعب قوي جداً أعتقد أن اللعب ده مع الوقت وخذ فرصة وحصله تصبيط وانسجام فني مع الفريق أعتقد أنه يكون ليه دور كبير جداً مع الأهل في المرحلة المقبلة يعني طيب مبراد بكرة أستاذ أسي وأنا بختب مع حضرتك عايزين نتوقع التشكيل مع بعض ورؤيتك المبرادية أنت تفكر توقعنا التشكيل قبل ماتش نجمة صحيحة وتقريباً طلع بنسبة 100% الحمد لله لعشان كده بقول لك انتوقع تشكيل متشبكش كان كل الخلاف على أحمد فتح وإحنا كنا نتوقعنا أن أحمد فتح هيبدأ المباراة وبدأ المباراة وكانت الناس كلها متوقع أن ديانج يلعب وإحنا قلنا أن هل هيلعب بأفشة جنب عمرو السلية ودلعب زي ما أقول لك عندك الشناوي عندك في الشمال طبعا محمود وحيد بدل من عالي معلول تغيير إجباري وبالمناسبة أدى بشكل قوي وشكل مميز ولمساته وعرضياته جميلة وكويسة وعندك في القلب دي بقى اللي هي المشكلة لغاية دلوقت يا عيمن أشرف غيب هيلعب ياسر ياسر إبراهيم كان موجود يعني فموجود هو ربيعة وعندك ناحية اليمين هترجع بقى دلوقت الفكر إذا كان هيعمل هجوم ضغط بشكل كبير جدا هل يعتمد على أحمد فتح أو يعتمد على أحمد داني أعتقد أن في المنطقة الوسط هل يلعب برضه دي ما هو بأفشا وبعد كده نفس في المنطقة الأمامية السلاسي رمضان صبحي الشحات وليد سليمان أظهر أو أجاهي سريع أجاهي نتمنى كل التوفير لنادي الأهلي بكرة إن شاء الله في موراته وامر الهلال السوداني اللي هتكون في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الأهلي بالسلام إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق ويفوز بأول سلاس نقاط في هذه المجموعة أشكرك يا أستاذ قيسي شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة ربنا أخليك كابتن أمير ودعا موفقين وإن شاء الله الأهلي وفق بكرة ويكون يوم مبهج لنادي الأهلي دي أذن الله إن شاء الله الكلمة اللي من يتفعل بيها دايما إن شاء الله يكون يوم مبهج يوم مبهج للنادي الأهلي بكرة بإذن الله تعالى ويفوز في هذه المباراة دي كانت حلقتنا النهاردة اللي كان في الميديا بكرة احنا أجازة المباراة إن شاء الله ننتابعها ويوم السبت بإذن الله تعالى نبرك لبعض فوز النادي الأهلي بقى والثلاث نقاط في هذه المنموعة إلى الرقاء